كريم في البداية طبعا واضح ان الأمور مختلفة بضاية قوية لنادي الاتحاد في معسكر الاعداد الموسم الجديد جهاز فني قوي بكيادة بابا فاسيليو طمننا بقى بصفة القائد الفريق وطمن جمهوري الاسكندرية المتعشمة فيكم السنة دي في إنجاز في بطولة في مربع زهبي أكيد حلم ومشروع لكل الأسكندرانية لا إن شاء الله بسم الخير علينا بإذن الله وكل حاجة زي ما انت قلت كده كل حاجة جديدة السنة دي لعيبة كتير نضافت للفريق طبعا مع وجود بابا فاسيليوس طبعا جهاز فن جديد مع وجود برضو كابتن إمام محمدين مع الأساس محمد مصلحي بلعيبة جديدة مع اللعيبة القديمة فبدئين من بدري وعملين معسكر زي ما انت شايف إن شاء الله بإذن الله كل حاجة تبقى مختلفة السنة دي وإن حقا طموحنا وطموح الجماعير ونفرحهم السنة دي يمكن زوران كابتن طاري العاشري فترة ما قتل كابتن أحمد ساريو وحاليا بابا فاسيليوس اللعين من المضرب الأجنب والمضرب المصري كل واحد لديها استراتجية معينة مثلا لو جئنا نتكلم على آخر واحد الكابتن طاري مثلا استراتجية الكابتن طاري غير استراتجية بابا فاسيليوس اللذي احنا شايفwa له في الوقت الحالي يعني 180 درجة الكابتن طاري يالعب على غلق البسحد ويالعب على على الـــــــــة في السنة بابا سلوس بيعمل بندن جاب من البداية وحاب بيلعب كرة من تحت فده مختلف عنده وفي النقاي كل واحد بناخد منه حاجة ونتعلم منه رحيل عدد كبير من النجوم واللعبة اللي أثرت في نادي الاتحاد الموسم الماضي لكن كابتن محمد مصلحي رئيس النادي عقد صفقات مهمة للفريق شايف الصفقات الجديدة ممكن تعود الناس اللي مشت أو شايف انها ممكن تبقى أضافة أفضل للاتحاد الموسم الجاي بصوا بقانع عن اللعبة اللي مشتت لعبة كبيرة طبعا وأسماء ولعبة كويسة جدا ولكن الكرة ما بتقفش على حد وقفيش نادي وحنا في نادي الاتحاد برضو نادي الحاد كبير ما بيقفش على حد الناس كتير جات وناس كتير مشت وناس كتير موجودة والكرة كريجر ما بتقفش على حد طبعا دمع احترمنا الناس اللي مشت طبعا أسماء كبيرة وإضافة لأي مكان وأنا شايف ان فيه إضافات كويسة جدا لعبة كتير إزا كانوا محترفين أو محليين إن شاء الله يكونوا يدفلين ويعوضوا ويبقوا أحسن من اللي مش إن شاء الله الصفقات الجديدة دي اندمكت بسرعة مع الفرقة شايف إن هم قادرين إن هم يوصلوا الاتحاد لمنطقة أفضل في الموسم ده والله الأجواء كويسة جدا وهي اللي بتخلي الناس تندمج على طول طبعا كده كده انت عرف أن هنا اللعبة هنا في الدوري كلنا عارفين بعضنا مش غربة عن بعض ومن التقبل برة اللعبة اللي في العندية هنا واللعبة في العندية الأخرى فده بتسهل الأمور لما يلعب بييجي بيخش وسطنا على طول وده اللي حاصل بده كريم دايما الاتحاد يبدأ الدوري قوي ويوصل مركز أول مركز ثاني ثالث في آخر خمس ستة أو سبع ثمان أسابيع أنا رأي الاتحاد ممكن يوصل عاشر حداشر إيه اللي بيحصل لكم دايما في الدوري الثاني هل هي أقلة خبرات مجهود الأمور بتبقى ماشية إزاي لحد دلوقتي والله ماشي عارفين إيه السبب الحوار ده وفعلا زي ما أنت بتقول بأن حوالي مسلا آخر ثلاث سنين آآ بنبدأ الدور الأولاني كويسين جدا وبنبدأ إنزل الكيرفي بينزل في الدور الثاني إحنا لحد دلوقتي مش عارفين إيه السبب مع لو مع اختلاف المدربين ومع اختلاف اللعبة وبيحصل نفس الأمر بس إن شاء الله الموسم ده تكون الموضوع مختلف وما يحصلش أي حا الكلام اللي حصل قبل كده بإذن الله قادرين على المنافسة في ظل المركات القوي والتدعمات اللي شايفينها من كل الفرق يعني شايفين لعبة وسط النهب أنا بتشوف لعبة بتيجي من الدورات الأوروبية للأهل والزماليكو بيرامدز والسيراميكا والاتحاد شايفين منافسة إزاي الموسم الجاي في الدورة أنا مش عايز أقول لك إن إحنا هننافس مش عايز أحط ضغط على بالاش عشان جمال الاتحاد مجرحامش عشان مش عايزين برضو إيه إنت عارف إن إنا طموح الجمهير بيعلم عنا على طول حتى مع المكساب من غير ما إحنا بنتكلم فأنا منش عايز نحط ضغط علينا من قبل من نلعب إحنا لسه ممناش حاجة إحنا بنتكلم زي ما نقول للمدير فان جديد درة جديدة بنظام لعب جديد فإحنا عايزين بس لأول نعمل التوليف الصحة مع الناس تندمج مع بعضها ونتقن الشغل بتاع الرجل وواحدة واحدة نخوتها واحدة مش عايزين نضغط نفسنا إحنا بنفسنا الدورة يكون أهل وزمالكو بيرامدز بادق يشارك وينافس ولا ممكن نشوف الأنديات التانية بتنافس بقى على الدور نشوف دور يقوي فيه خمس ست فرق بينافسوا لحد النهائي والله الواحد يتمنى عشان الدور بتاعنا يبقى أقوى وده في صراح المنتخب طبعا المنافسة تبقى قوية السنة دي أنا شايف إن ممكن يكون أصعب المواسم إحنا بنقول كده كل سنة بس المسم ده يبقى مختلف أكتر ويبقى أصعب أكتر إن شاء الله نقدر ننفس بس نزي ما قلت لك مش عايزين نحط ضغط على نفسنا ونقول إن إحنا هنننفس من البداية إحنا أعزين ناخدها خطوة خطوة وإن شاء الله بإذن الله هننفس كان في مشاكل ما بين كابتن طريق عشر ونجوم الفريق ده سبب كان حضارة الشكل أو أو سوء النتائج في الفترة الأخيرة في الدورة قبل رحيله بس والله مصر مش عايزة أقول إن في أو ده السبب أو في مثلا خلافاتنا من حد وحد بيبقى فيه خلافات اللي هي العادية اللي هي بتحصل في أي نادي يعني الحاجات العادية مثلا تطشاط ملعب كده مش لكن مش مش مشاكل اللي هو مشاكل فيه حاجة ما بين المدير الفن ولعيب وبياخدها بقى بصفة شخصية ولا ما فيش الكلام ده وقعت المودرن سبورت وبعدين قررت العودة للاتحاد واستمرار المسيرة بصفتك واحد من كابتن الفريق إيه اللي خلاك تراجعت عن فكرة الرحيل من الاتحاد بص هو أنا هو حصل فعلا الكلام ده ولما الناس هنا تواصلوا معي لأستاذ محمد ولكمتن إمام طبعا أنا بالنسبة للأولوية للنادي اللي هو اللي هو بيتي وده مش كلام ولا شعارات وده فعلا بيتي أنا بقى لي دلوقتي حوالي سبع سنين أنا دلوقتي كابتن فرق وكنت تاني كابتن فرق الموسم اللي فات الناس هنا عشرة والأساس محمد عشرة والواحد يتعود على النادي هنا ويحب النادي وهو النادي اللي عمل اسمي فبالنسبة لي الاولوية دائما بتبقى هنا فلما الناس اتكلمت وحاولوا انهم ما يبقى موجود طبعا زي ما قلت لك الاولوية بالنسبة لي الي هنا فساعاتها انا قلت لهم كان لها شرط واحد ان هم عارفين طبعا ان انا ماضي مع نادي فيوت شر فقلت لهم انا شرط الوحيد اللي انا بقى موجود انا كده كده انا تحت امر النادي وابقى موجود زي ما انتوا عايزين ولكن شرط الوحيد ان الموضوع كان يخلص ودي علشان انا ما شفتش حاجة محشة من الناس اللي هناك في مدر ناس محترمة الناس اتعاملت معا بكل احترام وشيكة فما ينفعش ان الواحد في الاخر يبقى لانهم مش زنبهمش حاجة ان انا اروح مثلا واغير كلامي ان انا بقى متواجد هنا ان انا كامل مع الفريق فبصراحة الناس اللي هات محترمة جدا كلمناهم واعتذرت لهم السيد محمد تكلم الدكتور هاليد دابس والموضوع خلص بالشيكة وباحترام حتى انا شكرناهم لما اعلننا ان انا مكمل مع النادي وطبعا بتمني لهم التوفيق واتمنى النفس التوفيق اللعب للاندال الجماهرية بيبقى صعب على اللاعبين في اللعبين وبتستحملش الضغط الجماهيري اكيد طبعا اللعب هنا طبعا ليه مميزات ولعيوب اللي ما بعرفش يلعب تحت ضغط بيبقى الموضوع بالنسبة له صعب شوية ولكن اللي اللي متعود على اللعب بصراحة بيبقى الموضوع احسن الجماهير ممكن يبقى لها تأثير على ادارات او الاجهزة الفنية في الانديهات الجماهرية؟ بصراحة اه ولكن اللي بقى اكتر بيقصطر دلوقتي موضوع السوشال ميديا اكتر زي ما انت عارف السوشال ميديا بقيت مؤسرة جدا عن الجماهير الاول كانت الجماهير اللي ممكن تأثر لانه كانش في السوشال ميديا زمان ولكن دلوقتي الدنيا كلها ماشية بالسوشال ميديا اي رأيك في المنتخب الوطني مع حسام حسن او كابتن حسن 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 لك اتمرنت معاه؟ اه طبعا اه مدربك كابتن حسن غني عن التعريب طبعا تاريخ كبير كلاعيب ومدرب وانا بتشرف ان اتمرنت معاه فيهم من الايام فانا عارف طموحه وعارف شغفه للكورة وبإذن الله يتوفيق لهم وربنا يكرمهم عندك الامل والطموح انك ممكن تنضم للمنتخب الوطني؟ حسن البعض وممكن بعضها امور شخصية شايف ان ده شيء مش ايجابي مع منتخب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا مش ايجابي طبعا احنا ما نفعش ان احنا انتقد واحنا لو مدرب اجنبي احنا مش بننتقد واحنا بنقعد ندعم ونعمل ليه لما يبقى مدرب مصري ما بنعملش الدعم اللي هو بياخده المدرب الاجنبي طب ايه المشكلة ما ندل الكابتن؟ احنا جربنا الاجنبي مرة ودين وثلاثين مشكلة ما كابتن حسن بياخد فرصته وانا شايف انه ماشي دلوقتي مخسر شواله ماتش فايه المشكلة اما ان ولو جيت بسيط للتاريخ اللي بينجح ده من المنتخب المصري المدرب المصري ايه سوري اه كابتن حسن شحاتك كابتن جوهري فايه المشكلة اما كابتن حسن ينجح ويمشي على نفس الخطأ اللي هم ممشوا عليه انا بتمدن التوفيق ان شاء الله لفترة الجاية ينجح ويحقق حاجة كبيرة بإذن الله المنتخب ممكن من اجمل الجامعير في مصر واخف دم جامعير في مصر جامعير الاتحاد السكندري متشوقين واكيد نفسهم في حاجة السنة الجاية تقول لهم ايه قبل بداية الموسم وتوعدهم بوا يا كريم بصفتك كابتن وقادر الاتحاد والله اوه زي ما قلت لك جامعير اللي اتحقق جامعير كبيرة والناس كلها في اسكندريا بتحب الناد وبتعيشها الكرة هنا في اسكندريا زي ما قلت لك هؤية دي هم نفسهم في حاجة من اللي كان بتحقق زمان زي زي ما قلت لك يا ابتولة يا اما مشاركة افراكية ساعتها بالنسبال لهم هيبقى موضوع مختلف جدا وان شاء الله نقدر نحققها السنة تقول الكابتن محمد مصلحة والأستاذ محمد مصلحة والحج محمد مصلحي زي ما بتحب تقولوله لا بنا اقول له بشكرك على الدعم دايما وهو ما فيش حاجة ما بينه وبينه دايما بيتعمل معنا كأب أو كأخ كبير دايما متواجد مع الناس ما فيش حد بيطلب منه حاجة وبيزعله دايما اي حاجة اي حد محتاجه هو واي في جنبه بنشكره على دعمه ده لنا وبنقول له ان شاء الله المسم ده همفرحك ونعمل حاجة كويسة التفرح لإسكندريا واتفرحك وان شاء الله نشارك في أفريقا وناخد بطورة بإذن الله شكرك يا كريم شرفتنا ونورتنا في رقم عشرة واطمنا لك التوفيق مهم صعب انك تكون كابتن وقاط فرقك برزا للاتحاد لك ان انت أداء ومنتظرين الكتير من لعبة الاتحاد المسمي اداء وانشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة